بعد ضغوط غربية على الأمم المتحدة للتحقيق بالمسيرات الإيرانية المرسلة لموسكو أنتونيو جوتيريس يكشف أن المنظمة تدرس المعلومات المتاحة في شأن الاتهامات الموجهة إلى إيران الأمين العام للأمم المتحدة لم يغلق الباب أمام إمكانية إرسال خبراء إلى أوكرانيا للتحقق من الأمر وهو ما أغضب موسكو ودفعها لمهاجمة جوتيريس روسيا رفضت التحرك الأممي مؤكدة عدم امتلاك الأمين العام للأمم المتحدة أي تفويد لإرسال خبراء إلى أوكرانيا للتحقيق في أصل الطائرات المسيرة رد روسي استباقي لأي خطوة دولية قد تحصل مستقبلا في وقت تتهم دول غربية طهران بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 والذي يحظر على السلطات الإيرانية مثل هذه الصفقات الخاصة بالأسلحة من ناحيتها لم تعلق طهران كثيرا على تلك الاتهامات إلا قبل أكثر من شهر عندما أقرت لأول مرة بالتسليم موسكو عددا صغيرا من المسيرات لكن قبل بدء الحرب عاصفة غربية في وجه موسكو وطهران يبدو أنها لم تهدأ قريبا خاصة مع كشف مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة عن أن روسيا طلبت مؤخرا شراء مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية من إيران المصدر الأممي رجح عدم شحن تلك الأسلحة بعد من إيران إلا أنه أكد أنها باتت في دفتر الطلبيات الإيرانية